سلام عليكم اهلا وسهلا بكم كالعنا محمد طاق وفيديو جديد الموبايل اللي معنا النهاردة ده ده موبايل مهم جدا لان بيبقى نازل في الفئة الاقتصادية الفئة اللي بتهم ناس كتير قوي هي فئة الالفين جنيه ودايما سلسلة ريلمي اللي هي السي بتبقى نازلة في الفئة الاقتصادية وبتعمل مبيعات عالية جدا لانها بتقدم قيمة ومقابل سعر فهل الريلمي سي اس ري الوافد الجديد هيمشي على نفس اندهج ده ولا لا كل الكلام ده نعرفه في الفيديو هنعرف مبيعزات وعيوبه الموبايل وامتى تشتريه وكمان هنعرف الموبايل ده هينزل لنا امتى وينزل كام لان بتاريخ الفيديو ده الموبايل لسه رسميا مش موجود في مصر فالله بنا نبدأ على الفيديو لكن الاول تعمل لايك للفيديو وعمل سبسكريب او اشتراك في القناة لو انت لسه مش مشترك وتفعل زر الجرس اكيد عشان وصال لك كل جديد والله بنا نبدأ فالله بنا نبدأ على الريلمي سي سري وهنبدأ شكل الموبايل من برة والدزاين والخامات المستخدمة في تصميم الموبايل تصميم جميل جدا وتصميم عصري بواكب كل الموبايلات اللي موجودة حاليا الموبايل بالكامل مصنع من البلاستيك اللامع وده شيء عادي جدا في الفئة دي وزن الموبايل يتقدر بمية خمسة واسعين جرام وده عشان حجمه كبير حجمه جاي كبير الشاشة بتاعته جاية بحجم ستة ونص انش بدقة اي نعمة دقة مش عالية لكن كل الكلام ده عادي جدا في الفئة دي والجميل في الشاشة هنا اللي جاي عليها طبق حماية بتحميه من الخدوش والخربيش مش من الصدمات اكيد انت لازم تركب له بالمناسبة الموبايل جاي عليه برضو سكرينة ملزوقة كده السكرينة بتبقى مش قوية اول حاجة يعني بتقيش معك شوية بعد كده بتقدر تغيرها الشاشة هنا كمان بدأ موضع ناية مود وده شيء جميل جدا لحماية العين فكل الكلام يعتبر ماشي تقليدي جدا التصميم جميل جدا وجديد والشاشة برضو ما زالت كويسة فكل ده شيء عادي جدا مفيش يعني حاجات جديدة بتقدم فيه الموبايل ده اما لو جينا الاداء فهي النقلة الكبيرة اللي تمت في الموبايل ده البلوسر او المعالج جاي هنا من شركة ميدياتيك هليو جي سبعين وده معالج لسه جديد لانج لسه اول مرة الشركة تستخدمه في الموبايل ده لكن المعالج تم تجربة العاب كتير عليه والمعالج ممتاز جدا في الالعاب وحتة جي بيبقى مخصص اكتر الالعاب فيكون الاداء هنا ممتاز جدا في ريلمس سي سري اما لو جينا لكاميرات οι سر فجاي بكاميرا امامية القاميرا المامية جاي بدقة خمسة ميجا بيكسل قاميرا معقولة على الفئة السعرية اللي نازل فيها الموبايل اما لو جينا للكاميرات الخلفية فجاي بكاميرتين وفلاش اول قاميرا والقاميرا رأسية بدقة اتناشر ميجا بيكسل بفتة عادسة الفن بوينت ايد القميرا هنا ممتازة جدا وبتدي صور مرضية على الفئة السعرية اللي جاي فيها الموبايل والقاميرا التانية اتنين ميجابيكسل بفتاة عزة F2B4 القميرا دي مختصة للعزل والبرتري فطبعا مش موجود في الموبايل هنا القاميرا الألتروايد المختصة بالتصوير العريض والجروبات والتيمات والكلام ده لان عادة الفئة السعرية دي مش موجود فيها الكلام ده والقاميرات هنا بتدعم موضع الكرومة بوست وكمان بتدعم الزكال الصناعي لتجميل الصور وكمان موجود فيها السلو موشن اللي هي التصوير البطيء والطايم لابس والكاميرات هنا بتدعم تصوير الفيديوهات بدقة فول اتش دي فده شيء كويس جدا على الفئة السعرية اللي موجود فيها الموبايل اما لو جينا البطارية الموبايل فبطارية عملاقة بكوة 5000 ميلي امبير وبتشحن من خلال منفذ شاحن يو اس بي عادي مش طايم سي ده شيء مش كويس في 2020 لكن ما زالت برضو الشركة موجودة عندها يو اس بي عادي وبتستخدمه وجاي هنا طبعا منفذ الشحن بتاعه يو اس بي فالشحن بتاعه مش شحن سريع جاي الشحن بكوة 10 واط البطارية كبيرة جدا وهتاخد وقت شحن كبير وكمان موجود في الموبايل هنا منفذ السماعات 3.5 ميلي اللي ابتدى يختفي من موبايلات بقى الرائدة لموبايلات الفلاكشيب لكن ما زال موجود منفذ السماعات 3.5 ميلي اللي كلنا بنحب نستخدمه العادي جدا بتاع السماعات السلك العادية جدا اما بالنسبة لنظام التشغيل هنا فجاي باندرية 10 وده شيء كويس جدا وكمان جاي بواجهة ريلمي الجديدة الريلمي UI 1.0 هنا ريلمي عملت لها واجهة جديدة غير الكولر او اس اللي هي مستخدمة في شركة اوبو وطبعا كلنا عارفين ان ريلمي براند تابع لشركة اوبو لكن حبت انها تستخدم واجهتها الجديدة وده شيء كويس جدا في الموبايل ده والريلمي السيسري هتوفر بلونين اللون الاحمر ولون مبهج جدا واللون الازرق وبرضو لون جميل جدا وتصميم عصري وجميل جدا في الموبايل ده اما لو جينا النسخ الجهاز واسعارها فلن الموبايل نازل بك اكتر من نسخة فيه نسخة رام 2 مع ذاكرة 32 وده مش مرجح نزولها قوي لكن موجود نسخة رام 3 مع ذاكرة 32 وده نزلت برا في الخارج بسعر 100 دولار ما يعادل عندنا هنا في مصر 1550 هنزود برضو 300 جنيه كده بيبقى الجمارك والكلام ده فممكن يوصل لـ 1800-1850 فده هيبقى كويس جدا على الموبايل ده ونسخة 64 نزلت لينا بسعر 110 دولار اي ما يعادل 1750 يعني هنزود 300 جنيه هيبقى في حدود 2000 جنيه 2050 فما زال برضو سعر الموبايل على المواصفات اللي احنا قلناها دي هيبقى شيء ممتاز جدا ودلوقت هنتكلم بقى عن المميزات لوحدها والعيوب لوحدها ونبدأ بالعيوب فلو جينا العيوب فطبعا شفنا ظهر الموبايل مش موجود فيه بصمة الاصبع او حتى بصمة في الشاشة اكيد مش موجودة فهنا مش موجود بصمة الاصبع في الموبايل وبيعتمد فقط على الفيس ان لو تاني عيب شفته في الموبايل ان مش موجود في الموبايل هنا في صندوق الموبايل ولا موجود في سماعات ولا موجود في جراب. لكن موجود ملزوع على الشاشة فقطر خيرهم على النقطة دي. لكن ده عيب رخم جدا ولا سماعات ولا جراب وهنا عشان بيقللوا من سعر الموبايل. اما لو جينا تلات عيب لعيب التقليدي جدا اللي شفناه في كتير وتحديدا في الفئة دي ان ما فيش لمبة اشعارات. اما العيب الرابع فهنا الموبايل طبعا زي ما قلنا منفذ الشاحن بتاعه يقص بي عادي مش طايف سي وده يعتبر عيب في الفين وعشرين برغم ان الفئة السعارية بتاع الموبايل مش مهتمة او بالكلام ده بس برضو المفروض يبقى فيه تطوير شوية عشان ما تحصلش لنا خيلة في الشواحي. لكن الموبايل برضو عادة مش كل عيوب الموبايل ممتاز جدا في حاجات كتير. وميزات الموبايل هنا اول حاجة الدزاين والتصميم الموبايل التصميم بتاعه ممتاز جدا معصري وفريد. وبقاش فيه فرق بين الموبايلات الفئة القليلة من الفئة المتوسطة من بقت كل الاشكال يعتبر قريبة من بعضها جدا. وكمان شاشة الموبايل هنا شاشته كبيرة يعني الموبايل معك تصميمه كويس وشكله حلو وكمان الموبايل حجمه كبير في ايدك. وكمان الشاشة هنا علىها طابقة حماية فده شيء كويس جدا. والجهاز هنا بيدعم شرحتين زي التزويده بكارت مموري فالكله بيشتغل مع بعضه ودي بقت نقطة كويسة. هو ده المفروض يبقى العادي بس فيه موبايلات كتير كانت بتنزل ما فيهش الموضوع ده فبقى مش عادي. فبقينا لما نشوف ان الموبايل بيستخدم شريحتين زي التارت مموري بقى ده شيء كويس في الموبايل. ومش هننسى طبعا اداء الموبايل المعالج بتاعه ممتاز جدا على الفئة السعرية. واخيرا هنشوف موبايل في فئة سعرية قليلة بينافس في الاداء بتاعه وهيشغل معك كل الالعاب بدرجة عالية جدا. ومش هننسى طبعا بطارية الموبايل القوية جدا ليه جاية خمس تلاف ميلا امبير بطارية هتضوم معك لفترة طويلة جدا. فهنا كل الحاجات دي امتياز في الريالمي سي سري. اما عن موعد نزول الموبايل فهو توقع نزول الموبايل في شهر مارس الفين وعشرين في شهر تلاتة. وطبعا لو انت بتشوف الفيديو في المستقبل الفيديو كنت عاملينه قبل ما يتم نزوله الموبايل رسميا في مصر. فده كل شيء يخص الريالمي سي سري موبايل مهم جدا. ولو انت عايز تشري موبايل في الفيئة السعرية دي فبرجح لك الموبايل ده يكون من ضمن اختياراتك مش هو افضل شيء. لكن موبايل من افضل موبايلات اللي هتنزل لنا في الفيئة السعرية دي. وده كل شيء عن الريالمي سي سري. اتمنى اللي انت لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو. وما تنساش لو انت اول مرة تشوفني تعمل سبسكراب او اشتراك في القناة وادفع لزر الجرس. اكيد عشان يوصل لكل جديد. واشوفكم في الفيديو القادم واستنوني في نشاط جاي الفترة الجاية. اشوفكم على خير في رعاية الله.